السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم ياسمين للخياطة والتفصيل نرحب بكم في فيديو جديد ومشروع جديد بما أنه أنا في فصل الشتاء وبدأ يبرد الحال حبيت نشارك معكم هذا المشروع وهو تفصيل وخياطة كوات ديبلس بإذن الله أي مبتدئة رح تنجح فيه من أول مرة يعني كامل تفاصيل خاصة بهذا المشروع رح تلقوها في هذا الفيديو تبقوا معي فقط السلعة والقياسات أيضا سعر البيع رح تلقوها في آخر الفيديو نبدأ أولا بالسلعة اللي تحتاجها لبنات كما راكم تشوفوا عندي هنا القوماش تأتروات هنا عندي متر تين ونص من كل لون بالنسبة اللي تحب تخدم الكوة التحاجيها داخلية والخارجية بنفس اللون تحتاج خمس مترات ولي تحب تخدم كل فصات بلون تحتاج متر تين ونص من كل لون هنا عندي هذا القوماش تأتروات متر تين ونص هذا القوماش نوعية جيدة على الفيتنام طيب 2 500 مترو자� naught Rodot هذه القياسة كُڭSC تأتي الكوات بلص ركن عليهم لبنات هذا للقمش الأول wrestling وعلى الوجهه الأول أمّا الوجهه الثانيه خيارت أن بهذه القمش الإيني نفس القياس ده اخر بدأت ركنس نحب على تخدم الكوات لبنات عندنا القمش في جهة أمام والخلف س sırت ستحتاج 5 مترات مشم سنحتاج أيضا هذه انطل 지금까지 نماس المخدر فإذجه الhindر�로 لضع الشيadox لأنه هذه الكوات لازم فوتوا لها كامل بالخياطة اليد بالإبرة والخيط قبل ما فوتوها للمشينا ذوك تشوفوا معي كامل التفاصيل بإذن الله نحتاج أيضا هذه النوعية للمساسك هذه رأي النوعية الجيدة جيين إينوكس نحتاج أيضا اللوات اللي هي أهم حاجة في هذا المشروع لازم تخيروا نوعية تكون جيدة حولوا تخيروا اللوات لجيخشينا وأيضا فيها السيليكون السعر تحالة مأذن دير من 30 حتى الـ 40 الفلومتر بالنسبة للقياس اللي تحتاجوا في اللوات في هذا المشروع اللي هو الكوات تأدو بلاس رايحين تشيروا 200 ونص اللوات للعرطحة 200 وعشرة أما إذا كان للعرطحة أقل من 200 وعشرة فرايحين تديوه 3 مترات والجزء الناقص في العرض رايحين زيدوه من جهة الطول نتمنى فقط أن يكون الشرح مفهوم نروح مباشرة طريقة التفصيل وبالنسبة لبقية القياسات كينا اللي تحب تخدم الكوات تأدو بلاسة نص وكينا اللي تحب تخدم تأدو بلاسة بالنسبة لبلاسة نص رايحين تحتاجوا في القوماشتاء دروات وأيضا لوات متر وثمانين أما بالنسبة لتحب تخدم بلاسة ونص فرايحين تحتاجوا متر ونص يعني القياسات العادية جدا تبقوها في الكوات كينا اللي تبقوها في الدروات العادي جدا أول حاجة رايح نبدو بها في جزء التفصيل نفتح لوات بهذا الشكل حاولوا كيما قلت لكم تخيروا النوعية الجيدة من هذا الجهة كيما رايحين نشير لكم عندي متر تين وعشرة اللي هو العرض على هذا الوات ومن هنا عندي طول متر تين ونص أول خطوة لأول مرحلة حاولوا تفتحوها كامل بهذا الشكل وتشوفوا أي عيوب موجودة فيها يعني إذا فيها ثقب حاولوا أنكم تصلحوه بجزء من لوات نفسها والحواف أيضا حاولوا تديرهم كاري بنفس الطريقة يعني عاودوا فوتوا إليها بالمقص وتأكدوا من القياسات أنها مضبوطة تماما هنا راح نحط لكم كامل القياسات في هذا الصورة نعود نأكد لكم لبنات في حالة ما جبتوا لوات العرض تحناقص حاولوا أنكم تجيبوا زيادة في الطول وهذه القيمات نحيوها من جهة الطول وتزيدوها لقيمة العرض بحطيحوه في القياس اللي تحبوه في هذا القياس عندي متر تين ونصف الطول ومتر تين وعشرة في العرض نتمنى فقط أنه يكون الشرح مفهوم مباشرة نحن نجيب القمش لأدروات نحطوه بهذا الطريقة يعني الوجه الصحيح يكون مقابلكم انتوما نحطوه على لوات كامل ونحاول أن نحي كامل هذه الزيادات كما على بلكم القمش تأدروات فيها عرض متر تين وعبعين أنا هنا جبت متر تين ونصف يعني هذه كل عشرة سنتيمتر راح نحيها ونعاود نحط هذا القمش لأيني الوجه على الوجه بهذا الطريقة نحطهم على بعضهم لاحظوا معي الزيادات هذه الزيادات كاملة سنضع عليهم بالمقص يعني نخلي نفس القياس تعلوات اللي هو متر تين ونصف على متر تين وعشرة ركزوا لي البنات هنا القمش تأدروات يكون الوجه على الوجه سواء درته بلونين ولا بلون واحد لاحظوا معي بعدما جبت المقص وضرت علي الحواف كامل خليت هذه الزيادات في زوز بنفس القياس تعلوات نجيب هنا هذا الامساسك ونضع عليهم كامل نحكم الحواف تحهم تقدروا تستعملوا أيضا ليزيبانجل ولكن أنا أنصحكم بهذا النوعية تعلامساسك راح تثبت مليح هذه الزيادات مع القمش تأدروات هنا لاحظوا معي درت علي الحواف كامل واستعنت أيضا بليزيبانجل حاولوا تثبته مليح نروح مباشرة للماكينة الخياطة ونخيط الحواف الثلاثة نخلي جهة واحدة فقط مفتوحة لاحظوا معي بعدما خيط الماكينة الخياطة حاولوا أنكم تكبروا شوية في الغرصة ديروها في رقم 4 ولا 5 أنا هنا خيط الحواف الثلاثة وخليت هذه الحوافة لهذه الجهة مفتوحة اللي منها رايح أنقلب هذه الكوات بعدما قلبتها هنا ما تقدروا ش تخدموا وحدكم اللي بنات تحاولوا دايما تكون معاكم وحدة تعاولكم هذا بالنسبة للكوات تعدو بلاس أما بالنسبة للكوات تعدو بلاسة وحدة ولا بلاسة ونصفة راح تقدروا أنكم تقلبوها عادي وحدكم نعود نأدلها مليح ونجبد الحواف تماماً هنا رايح مثبتها للحواف الثلاثة والحافة الرابعة راني خيتها بالإبرة والخيط على هذه قلت لكم اللي بنات تحتاجوا للإبرة والخيط في هذه الكوات نجي هنا للحواف راح ندخل بقيمة 30 سنتيمتر ونرسم هذا الإطار فقط بالتباشير أنا ما نصحكمش لبنات إنكم تستعملوا القلم نهائياً في كل مرة نبعد بقيمة 30 سنتيمتر ونرسم هذا الإطار على تركع هذه الكوات كامل نبدأ أولاً بهذا المربع من بعد نرسم أشكال تعمل ثلاثات ولا مربعات يعني هنا الشكل يبقى اختياري لكم ونجيب الإبرة والخيط ونطرح بالطريقة التقليدية بهذا الشكل نخيط خياطة عشوائية فقط حاولوا تكبروا شوية في الخيط ونفوت أولاً لهذاك الإطار اللي كنت أرسمته على بعد 30 سنتيمتر من بعد نفوت على الأشكال اللي في الجهة الداخلية تقدروا أيضاً هنا اللي ما تنجمش تخدم هذا الخدمة تبعث هذه الكوات اللي يطرحوا لكوات راح يخدموها لكم السيارة تحوالي 6 ألف يعني هنا في المرحلة تأكيد خيطوا الحواف الثلاثة وتخلي وجهها مفتوحة تتوقفوا وتبعثوا الكوات اللي يطرحها راح يدير لكم عدة أشكال كي أن أشكال ما تقدروا ما تقدرواش تخيلوهم باليد أنا راح نكملها كامل أنا هنا درت شكل قادي جداً بالنسبة لطولة هذا المستطيل درت فيه قيمة 50 سنتيمتر تقدروا أيضاً ديروا خطوط مستقيمة وتقاطعوها بخطوط أخرى يعني هناك شكل الداخلي دولا تطرح للكوات أنتوما لتخيرو ولا كي ما قلت لكم تبعثوا الكوات اللي يطرحها لكم وحيدير لكم عدة أشكال مختلفة هذه النتجة التي تحصلت عليها بعد ما فتت على هذا الشكل كامل بالخياطة بالإبرة والخيط هنا ضروري ما تقدرواش لبنات تديوا هذه الكوات للمشينة وانتوما ما ختمتوش هذه الخدمة لاحظوا معي الجهة الخلفية وهنات جهة الثالثة غني ما زال ما غلقتهاش لبنات نتمنى فقط أن يكون الشرح مفهوم كي تخدموا لبنات كواتها بلاسة ونص ولا بلاسة أكيد رح تكون أسهل من هذه لأن القياس تحاكبير فيه متر ونص على متر وعشرة مباشرة للمكينة الخياطة أول حاجة ننصحكم بها لبنات كي تخيطوا حاولوا تبعدوا على الخياطة تأليد اللي كنتم مشيتوا عليها أول حاجة تبدو بها هي أنكم ترفعوا الرجلة ضغطة من هذا الزر وأيضا الغرزة الخياطة لبنات حاولوا أنكم تكبروها ما تخليوهاش ضيقة ديروها في رقم أربعة ولا خمسة كما تحبوا أنا هنا رح نديرها في رقم أربعة بالنسبة للمكينة الخياطة حاولوا أنكم تبعدوها للحائط يعني حطوها في الوسط به الكوات تلقى راحة تحكيتوا عدود خيطه وهنا لاحظوا معي راني نخيط على الحافة ما نخيطش على الخيط الأبيض لأنه كتفوتوا على الخياطة اللي يمشيتوا بها باليد من قبل رايحين دخلوها في الخياطة من بعد كتنحيو ذاك الخيط تلقوا الصعوبة حاولوا أنكم تفتحوا الكوات بهذا الشكل بهما تديروش هذو كتاعة الرجات والقماش ما يتكمش الكمش لاحظوا معي المكان اللي غاني نخيط منه من بعد على الخياطة اللي يتركزوا لي إلى هذا النقطة والماكينة إذا كانت في زاوية من الزاوية المنزل حاولوا أنكم تجبدوها في الوسط بهتلقوا الراحتكم والكوات تنزل أليز يعني ما تقلقكمش وهنا بعد ما كملت الخياطة لاحظوا معي النتيجة النهائية هذه الكوات جيدوا بالفاس يعني بلونين كما فهمتكم في أول الفيديو تقدروا تخدموا بلون واحد كما تقدروا تخدموا بلونين هنا هذه الحفة خيطها كامل هذه بالنسبة لجهة الخلفية يعني تغطيوها على جهة هذه الرسومات ولا تغطيوها للجهة الخلفية كما تحبوا النتيجة رائعة حطيت لكم لبنات كامل القياسات والتفاصيل سواء بنسبة لبلعصة ولا بلعصة ونص وهنا لاحظوا معي الابنات كي ما وصيتكم حاولوا انكم متقيسوش الخيط الابيض للخياطة اليد بالماكينة الخياطة يعني بعدوا عليها بحوالي مليمترات فقط نتمنى ان مشروط اليوم يكوننا لأعجابكم بالنسبة للسعر البيع هذه الكواتة دي بلاس رح ينتخدموها بـ 150 اما الكواتة بلاسة ونص ولا بلاسة فرح ينتخدموها من 100 حتى الـ 130 هنا يكون وصلت معكم من نهاية الفيديو لانتمنى فعلا انه يكوننا لأعجابكم اي سؤال لا اي سيفسار انت سيتم اذكرتوش في الفيديو حطوا لي فقط في التعليقات رح اردت لكم نتلاقوا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته